التحدث الأخير الذي يمكننا أن نستمع إليه هذا الصباح هو إيفور شكراً سيدي الرئيس منذ شبهة فبراير من العام الماضي تنتهك الحقوق من جانب الجيش في ميانمار وشملت مختلف حقوق الإنسان مما أدى إلى وفاة وتشريد آلاف من المدنيين ومرت خمسة أعوام منذ القمع الوحشي على مسلمي الروهينجا وأعضاء الأقليات لازمنا بانتظار إحقاق العدالة والمساءلة عن انتهاكات أبسط حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية ازدادت حدة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالبلاد لسيما الغذاء والنفط كنتيجة الاستراع في أوكرانيا وتقرير الآلية التحقيقية المستقلة عن ميانمار تبين لها أنها منذ عام 2021 يكبر المدنيون على تحمل سوء معاملة ووحشية على أيدي القوات المسلحة ويتشكل انتهاكات صاريخة لمعايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها ميانمار وصدقت على المعاهدات تصل بها والمجتمع الدولي لابد أن يلتزم بتوحيد الجهود من أجل دعم شعب ميانمار وتمكين توفير المساعدة الإنسانية الحيوية بما في ذلك التعويض عن الانتهاكات وإلاء الأولوية لوقف التصعيد في الصراع شكرا